اهلا بكم من جديد في الحصة المغاربية بعد تقدم رئيس الحكومة الجزائرية عبدالعزيز جراد باستقالة حكومته كثرت التساؤلات بشأن المستقبل القريب للجزائر التي خرجت لتوها من انتخابات برلمانية هي الاولى منذ الحراك الشعبي استقالة حكومة جراد جاءت عقب اعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة وسط مشاورات سياسية اولية جرت في شكل اتصالات بين قادة عدد من الاحزاب السياسية حول التحالفات الممكنة والتي تصب اغلبها في التوجه نحو تشكيل تحالف رئاسي موسع يضم خمسة كتل نيابية على الاقل قبل ان يجف قلم استقالة عبد العزيج الراد وحكومته اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن بداية المشاورات مع الاحزاب وممثل القوائم المستقلة الفائزة في الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة وفي ظل مرحلة صعبة تعيشها الجزائر يريد الرئيس استغلال الوقت للإسراع في بناء المؤسسات وفق ما تنص عليه المادة الثالثة بعد المئة من الدستور المشاورات باعتقادي ستتركز حول عروض يقدمها رئيس الجمهورية لهذه الأحزاب لتولي حقائب وزارية نحن أمام خمس كتل حزبية بالإضافة إلى كتلة الأحرار يبدو بأنها ستشارك جميعا في هذه الحكومة الوزير الأول باعتقادي لن يكون متحزبا وسيكون شخصية مستقلة إضافة إلى أن الحقائب السيادية ربما سيحتفظ بها رئيس الجمهورية وستوزع الحقائب التقنية على باقي تشكيلات سياسية خبراء القانون الدستوري يشرحون الخطوات الإجرائية المقبلة التي يحددها الدستور الجزائري لرسم ملامح المشهد السياسي القادم تبدأ أول فترة تشريعية في اليوم الخامس عشر بعد إعلان رئيس المجلس الدستوري النتائج النهائي أولا سوف يسير هذه الجلسة مكتب مكون من أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر النواب فيها نقطة ثانية فقط هو إثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني لندخل في عمل مهم وأساسات ينتظر تحديات كبيرة ويتوقع المراقبون أن يعتمد الرئيس في الحكومة الجديدة على كفاءات قادرة على تحمل أعباء المرحلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بإشراك شخصية حزبية ووطنية معروفة مع الاحتفاظ بعدد من الوزراء الذين قدموا ما هو منتظر منهم في الفترة الماضية بحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وما يقره الدستور في هذه الحالة فإن الوزير الأول الذي سيعينه رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات سياسية واسعة ولا أي برنامج خاص به بل سيلتزم بتنفيذ برنامج الرئيس ليكون همزة وصل بينه وبين البرلمان الجديد كريم قندولي قناة الغد الجزائر ومن الجزائر ينضم إلينا ضيفانا الدكتورة تسام الحملاوي العضوة بحزب جبهة التحرير الوطني الحزب المتصدر في التشريعيات وأيضا الدكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية وكان أيضا أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية الجزائرية أهلا بكما معنا في حصة مغاربية دكتورة الحملاوي إذن استقال جراد الرئيس تابون إما بدأ أو على وشك أن يبدأ المشاورات أنتم في حزب جبهة التحرير ما مقترحاتكم لتشكيل الحكومة الجديدة بعد بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم أمام وضعية جديدة جدا على الجزائريين وجديدة جدا على الأحزاب السياسية إذ لا يوجد حزب اليوم يملك أغلبية سياسية في البرلمان تسمح له بتقديم اقتراحات قوية اليوم لم توجد بعض تكتلات سياسية في البرلمان أعتقد بأن سيد رئيس الجمهورية في أريحية في اختياراته سيبدأ المشاورات مع الأحزاب السياسية لمعرفة توجههم هل إمكانية تدور هذه التكتلات دكتورة الحملاوي أنا لا أسأل الآن عن الرئيس أسأل عنكم أنتم حزب جبهة التحرير ما تصوركم لتشكيل الحكومة ما المقترح الذي يمكن أن تقدموه لتبعون إذا ما طلب المشهورة منكم أكيد أن حزب جبهة التحرير الوطني هو حزب كبير جدا ويزخر بالعديد من الكفاءات والإطارات أغلبية إطارات الدولة في المحلة السابقة هم من حزب جبهة التحرير الوطني إذن لا يوجد مشكلة لدى جبهة التحرير الوطني في تقديم قائمة بأسماء شخصيات مهمة في المجتمع مهمة وذات كفاءة من أجل أن تكون في الحكومة القادمة لكن أعود وأقول بأن حزب جبهة التحرير الوطني لا يملك أغلبية برلمانية اليوم حتى وإن كان هو الأول في البرلمان لكي يستطيع فرض رأيه أو فرض اختياراته على سيد رئيس الجمهورية لكن نحن رأينا أحزاب لم تتصدر الانتخابات مثل ما فعل حزب جبهة التحرير وكانت صريحة عرضت بشكل مباشر وواضح على الرئيس تابون أن تترأس الحكومة أنتم في جبهة التحرير لماذا لا تتصرفون كحزب متصدر لهذه الانتخابات وتقولونها صراحة هذه تسمى بالمراهقة السياسية لأن هناك قوانين وهناك دستور جزائري استفتي عليه الشعب القوانين واضحة لا يمكن لحزب لا يملك الأغلبية قلنا في الدستور إذا كانت الأغلبية هي أغلبية حزبية لا تتماشى مع برنامج سيد رئيس الجمهورية بإمكانها أن تترأس الحكومة وأن تشكل الحكومة نحن اليوم لسنا أمام في هذه الرؤية أو في هذا التوجه حزب جبهة التحرير تحصل على 98 مقات هناك الأحرار إذا تكتل الأحرارهم في المرتبة الثانية مع بعض الأحزاب السياسية يمكن أن يصبحوا من القوى الأولى في البلاد نعم لكن هل تطمحون لرئاسة الحكومة هل تطمحون في جبهة التحرير لرئاسة الحكومة الجديدة؟ لن تكون هناك رئاسة حكومة سيدي لأن الدستور واضح لا توجد أغلبية في البرلمان لكي تكون هناك رئاسة حكومة بكل تأكيد اليوم نحن نتجهون إلى وزير أول نعم تفسير الدستور واضح وزير أول الوزير الأول لا فيما معناه يعني لا تقيد هنا بالتسمية الدستورية هل تطمحون أن يكون الوزير الأول من حزب التحرير؟ اليوم القرار الوحيد والسيد هو لسيد رئيس الجمهورية حسب نتائج الانتخابات التشريعية لذلك لا يحق لأي حزب لم يتحصل على الأغلبية أي 51% من المقاعد أن يقترح أي شيء إلا على سبيل المشاورات ولذلك أكد سيد رئيس الجمهورية على بداية المشاورات يوم السبت إذن يمكن في خلال المشاورات أن نقترح بعض الأمور على سيد رئيس الجمهورية لكنه اليوم نتائج هذه التشريعيات ونتائج الصندوق أفرزت هي التي قررت أن يكون لسيد رئيس الجمهورية وهنا أريد أسأل الدكتور رضوان بوهيدل دكتور بوهيدل من الواضح بأن أمام الرئيس تبون العديد من الخيارات بناء على نتيجة الانتخابات التشريعية أسألك هنا ما الخيار الأفضل أمام الرئيس تبون في تشكيل الحكومة طبعا الأحسن خيار هو أن يقوم بمهامه وصلاحيته الدستورية وحتى الرؤية السياسية لأنه من ناحية الدستورية كما تفضلت الدكتور ابتسام الرئيس وحده له الصلاحية اليوم في اختيار الوزير الأول وليس رئيس الحكومة لكن من ناحية السياسية الرئيس اليوم يبحث عن احتواء عدد من الأحزاب التي تصف نفسها بالمعارضة اليوم يمكن احتوائهم في الحكومة لتطبيق برنامج الرئيس حتى لو كانت هذه الأحزاب تملك برنامجا دخلت به البرلمان وحتى الأحزاب الأخرى التي لم تتمكن من دخول برنامج لكن هذه الأحزاب جون الأحزاب الفائزة في البرلمان سيد دكتور بوهيدل قد أعلنت أغلب الأحزاب دكتور بوهيدل أغلب الأحزاب السياسية حتى ليخلق نوع منه دكتور بوهيدل ان كنت اسمعني سواء داخل البرلمان أو حتى في المشهد السياسي والحزبي المستقبلي على أن يخلق نوع من الانسجام والتجانس أيضا ما بين حكومة سياسية من ناحية وتقنقراطية من ناحية الرئيس بحاجة للحزاب السياسية في المرحلة القادمة خاصة الموجودة في المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على القوانين على الأقل لتطبيق هذا البرنامج الذي أتى به رئيس الجمهورية منذ أن كان مترشحا للرئاسة لذلك أعتقد أنه من ناحية السياسية أنه سيحتوي عدد كبير من الأحزاب التي كنا نعتقد أنها تبدو معارضة وتختلف مع رؤية الرئيس والإصلاحات التي تقدم بها لكن كل شيء يبقى وارد لكن من الصعب نقول أن الحكومة القادمة ستكون حكومة سياسية حزبية فقط دكتورة الحملاوي أنتم في حزب جبهة التحرير أعلنتم دعمكم لبرنامج رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة حتى من قبل أن تعرفوا ما هو هذا البرنامج هل هذا يعني بأن الحكومة الجديدة تشكلتها سوف تحظى بدعمكم عند التصويت عليها في البرلمان الجديد بغض النظر عن شكلها تشكيلتها لا لا أود هنا تصحيح بعض الأمور لأن برنامج سيد رئيس الجمهورية هو مبني على تعهداته في الحملة الانتخابية والتي صار فيها منذ انتخابه برغم من المشاكل الكبيرة التي جاوزتها الجزائر من تحديات الجيروستراتيجية الوضع الأمني وجائحة كورونا والوضع الاقتصاد الصعب وأنتم لم تدعموا برنامج رئيس وقتها جبت التحرير لم تدعم برنامج رئيس تابون في الرئاسية دعمت مرشحا آخر لا أتحدث عن الرئاسيات ولم ندعم أي مرشح في الرئاسية السيدي هذه أولا ثانيا أتحدث عن برنامج سيد رئيس بعد انتخابه جبهة التحرير الوطني كانت من بين الأحزاب الذين قاموا بالحملة من أجل استفتاء ودعوا إلى التصويت بنعم من أجل التعديل الدستوري في نهاية السنة الماضية وأيضا من الأحزاب الذين صوتوا والذين دعموا تعديل القانون تعديل القانون الانتخابات الجديد اليوم برنامج سيد رئيس الجمهورية موجود ونحن نعرفه يمكن أن يزيد عليه الكثير من الأمور في ظل التحديات الجديدة في ظل الوضع الجديد الذي تعيشه الجزائر لكن البرنامج معروف إذن القول بأنه لا نعرف البرنامج ونحن ندعمه فهذه مغالطة كبيرة البرنامج بمعنى هل سوف يشكل الرئيس تبون هل يختار تشكيل حكومة توفقية حزبية أم حكومة تكنقراط جميع المحللين في الجزائر يذهبون في قراءة عدة سيناريوهات هذا ما أقصده بالبرنامج لا أتحدث هنا عن أشياء أخرى لكن اسمحي لي دكتور أبو هيدل الأحزاب أعلنت دعمها لبرنامج الرئيس هل تعتقد بأن هذا نابع عن قناعة وطنية حقيقية أم لطمعا في حصة في الحكومة الجديدة وباختصار لو سمحت لا الأكيد هذه الأحزاب التي ربما الرئيس تفادها في بداية عهدته لدخلها لحكومته الأولى حكومة جراد الأولى واحتى التعديلات التي أحدثها لم تكن هذه الأحزاب متواجدة لأن الجميع كان ينتظر هذه الشريعيات لأن الحكومة السابقة يمكن القول أنها كانت حكومة مؤقتة لمرحلة معينة لكن لا أعتقد أن الرئيس سيتخلى عن عدد من أعضاء هذه الحكومة وفي نفس الوقت لا يمكن أن يتصدم مع الأحزاب السياسية التي ساهمت في الترويج لبرنامجه والإصلاحات التي يقوم بها بداية بالدستور مرورا بالتشريعيات والقانون العضوي للانتخابات في حد ذاته ووصولا إلى نتائج هذه التشريعيات لكن الرئيس سيأخذ بعين اعتبار في اعتقادي الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة أشكركم جزيلا على كل ما تفضلتم به دكتورة دوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية ودكتورة ابتسام الحملاوي العضوى بحزب جبهة التحرير الوطني شكرا لكم اشتركوا في القناة